في السياق أكد سعدة السيد عادل من عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أكد أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية وتعزيز إسهاماتهم كشركاء فاعلين في مسيرة الإنجازات التنموية وهو ما يعكس الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في تمكين الشباب في مختلف المجالات وبمناسبة يوم الشباب الدولي أكد العسومي أن هذا اليوم فرصة مهمة لتجديد الفخر والاعتزاز بإسهامات قطاع الشباب في مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الذي يؤمن بهمية دور الشباب وطاقاتهم المبدعة وتأثيرهم في استدامة مسيرة النماء الشامل وبناء الأوطان مشيدا بجهود الحكوم والمقرة برئاسة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء في عكس الرؤية الملكية الخاصة بالشباب على أرض الواقع من خلال برنامج عملها